ففي مشاعر بيشعر على الحجاج اللي عندهم الاستطاعة والقدرة المادية والبدنية ربنا مش بيحرم اللي قاعد في بلده سواء بسيط الحال أو اللي صحته مش جايباء أو اللي حج وقاعد في بلده مش عايز يحج تاني أو مش قادر يحج تاني يقدر يشعر بمشاعر مش أقل من مشاعر الحجاج بس المهم هو يفهم كده ويعرف كده إن الأيام دي عظيمة وعشان الأيام دي عظيمة عند الله جعل فيها الحج والعلماء قالوا الكلام ده فإذن بما إن الأيام دي عظيمة فهي عظيمة في مكة والمدينة وعظيمة في كل بلاد المسلمين وما دام الله عز وجل باقي وحي في حياتنا وهو حي لا يموت يبقى سواء عبدنا في الأرض الحرام في بلد المناسك وبلد الكعبة وبلد زيارة قبر رسول الله ومسجد رسول الله سواء كنا هناك أو في بلدنا فالفيوضات الرحمانية والعطاءات الربانية والمعاني الراقية هتنزل عليك في أي مكان المهم أنت تستقبل وتشعر بكده